وَيُسَنُّ لِكُلِّ مِّن مُؤَذٍنٍ وَمُقِيمٍ وَسَامِعِهِمَا أَن يُسَلِّي وَيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهما والذي سبق يعني الإجابة للسامع فقط فَهَذَا الَّذِي يَلِي لِلسَّامِعِ وَالْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ جَمِيعًا بَعْدَ فَرَاغِهِمَا مِمَّا مِنَ الْأَذَانِ وَالْنِقَامَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا أَوْلَاءِ الْكُلُّ مَا ذَا يُسَلِّي عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَيُسَلِّمْ حَيْثُمَا سُنَّةِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم سُنَّةَ تَسْلِيمُ عَلَيْهِ ایدًا لِكَرَاهَةِ الْإِفْرَادِ إفرَادُ السَّلَاةِ عَنِ الْتَّسْلِيمُ أَوْ إِفْرَادُ التَّسْلِيمُ عَنِ الصَّلَاةِ مَكْرُوهَةٌ كَمَا سَبَخَ لِذَلِكَ حَيْثُمَا سُنَّةِ الصَّلَاةُ يُسَنُّ التَّسْلِيمَ اِذًا ونا ذكر لما مر من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر كذا ذكر النهاية ومعن كل ذكروا يصلي ويسلم لماذا؟ لكراهة إفراد أحدهما عن الآخر وهذه الليلة تقتل أنه حيث ما تسن الصلاة يسن التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرادهما لما ذكرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن hay percepung الصلاة والسلام على العالي والصحابي كما سبقا بينا يعني هذو ما تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسن الصلاة على العالي والصحابي والتسليم عليهم أيضا لو لم يرد بخلافه لأنه van رضا بخلافه مثل التشابت الأول ونكتفي بهี้ على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ كل منهما كل من المقيم والموزن إن طال فصل بينهما وإلا فيكفي لهما دعاء موحد متى أني بعد فراغهما لكل منهما أني للذاني بعد الفراغ من اللذان يدعو وبعد الفراغ من اللقامة أيضا يدعو وهذا لو كان الفصل طبيلا بين اللذاني واللقامة إلا يكفي لهما دعاء واحد هكذا قال يكفي لهما ومن ذلك الأفضل ماذا أن يدعو لكل واحد منهما دعاء للذاني ودعاء لللقامة هذا هو الأفضل ثم يقول كل منهم بعد الصلاة والتسليم ثم يقول أن يصلي ثم يقول كل منهم كل منهم يعني الموزن والمقيم والسامي هؤلاء كل يقول رافيا يديه يرفعني حذب من قبيه ماذا يقول اللهم ربح هذه الدعوة إلى آخره هذا دعو فإذا بعد اللذاني هذا الصلاة والسلام لا يشرع هناك قوله محمد رسول الله يعني الموزن آخرا آخرا يقول لا إله إلا الله هذا ليس بمشروع بل هذا بعد لا إله إلا الله ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسعبه ثم يأتي بهذا الدعاء اللهم ربح هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هكذا هذه الدعوة ما هذه الدعوة أي الأذان واللقامة لو كان الدعاء لللقامة فالمراد بالدعوة اللقامة ثم بعده تتمته تتمته هذا القول التامة ربح هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الَّذِي وَعِدْتَهُ هكذا كيف كان العذان دعوةً تعمةً كذلك اللقامة إلى دعوةً تعمةً كيف توصف هذه الدعوة تعمةً سمي العذان بذلك لِكَمَالِهِ وَسَلَامَتِهِ مِنْ تَتَرُّقِ نَقْسٍ إِلَيْهِ لَا يَتَتَرُّقِ إِلَيْهِ نَقْسٍ وَكَذَلِكَ وَلِافْتِمَالِهِ عَلَى جَمِيعِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَقَوَاعِدِ مَقَاسِدِهَا بِالنَّصِّ وَغَيْرِهَا بِالْإِشَارَاتِهِ يعني على الله أكبر كما بيّنت سابقًا يدل على وجود الله تعالى وعظمته وكبريائه ثم أشهد أن لا إله إلا الله هذا ينفي اللوهية عن غير الله تعالى ثم في الكلمة التي يثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا ثم الدعاء إلى حياء للصلاة الدعاء إلى أفضل الإبادات البدنية ثم حياء للفلاح الدعاء إلى الفوز بالجنة وهذه مقاسد الشريعة وكذلك شرائع الإسلام لأجل ذلك صارت تعمد القائمة القائمة يعني الصلاة التي ستقوم هذا معنى الصلاة التي ستقوم القائمة أعطي محمدًا الوسيلة والفضيلة أعطي يعني أعطي محمدًا الوسيلة والفضيلة لماذا مناسبة هذا الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع في هذا النبي هو المرجع الأساس هو الذي أوصلنا إلى هذه النعمة لذلك ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم عداء للشكر ورد في الحديث أشكركم لله أشكركم للناس أشكركم لله يعني أكثر شكرا لله منكم من أشكر للناس فإذن يجب الشكر للنبي صلى الله عليه وسلم أولا وهذا الشكر بالدعاء هذا المناسبة أعطي محمدًا الوسيلة والفضيلة هل هم يعني متغيراني أو يعني واحد قال في التحفاء عتف التفسير لو كان عتف التفسير فهما واحد يعني الوسيلة والفضيلة أو أعم يعني وصيلة خاصة معناه سيئة هو على درجة ملدنا الفضيلة أعم منه يعني من هذه الوسيلة وغيرها ثم يعني الشراش اختلفه ثم وبعثه مقاما محمودا المقام المحمود هو يعني مقام الشفاعة كما سيئت وبعثه يعني أرسله إلى المقام المحمود الذي وعدته كيف وعد الله تعالى بقوله يعني عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كيف يكون هذا وعدا هذا كلام يعني تمني فقط عسى لكن هذا عسى تمنيات الترجيات في حق الله سبحانه وتعالى ليست مرادة فإذا هنا عسى أن يبعث لكن معنى عسى ليس بمراد لذلك صار وعدا من الله تعالى ثم هنا وبعثه مقاما محمودا المقاما محمود بالتنكير وكذلك وعدا يعني بالتعريف مقاما محمودا ووقع في المحرر والشرح المقام المحمود يعني وبعثه المقام المحمود الذي وعدته هكذا في المحرر والشرح الكبير مغرفا ونكره في المجموع لكن في شرح المعذب هكذا ذكر الإمام النبي رحمه الله بالتنكير أما في المحرر والشرح الكبير يعني الإمام الرافعي رحمه الله حتى بالتعريف وعطل الله برواية النسائي وبنماجا وإبن حبان والبيحة قيله معرفا بسناد صحيح هكذا ذكر في الموني فإذا هكذا معرفا ومنكر أنكلاه ما ثبتا ثم هناك مشكلة يعرابية لو كان منكر مقاما محمودا ثم بعده قال في هذا الدعاء هكذا ورد يعني مقاما محمودا الذي وعدته هذا نكر فإذا كيف يوصفوا بالمعرفة الذي موصوله هو معرفة فإذا كيف يوصفوا الذي التابع والمطبور ينبغي يتحدى في التنجير والتعريف فإذا أذكر أن الإمام الرافعي رحمه الله ذكر أو الإمام النووي رحمه الله ذكر في الرولة أن هذا بحذف بحذف مبتدين لمير هكذا يقدر وبعثه مقاما محمودا هو الذي وعدته هكذا بتقدير هو مقاما محمودا هو الذي وعدته هكذا قدره لحل هذه المشكلة الارابية ثم والوسيلة هو يبين معنى الوسيلة هي على درجة في الجنة هذا قول في عبارة المغني والوسيلة عصله ما يتوصل به إلى الشيء والجم وسائل والمراد منها في الحديث القرب من الله تعالى وقيل منزلتم في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم ذلك رجح هذا وقيل قبطان في أعلاع الليين الوسيلة ما هو قبطان في أعلاع الليين إحداؤما من لؤلؤ بايلاء يسكنها محمد صلى الله عليه وسلم وآله آله معه واللخرى مياقوتة صفراء يسكنها إبراهيم عليه السلام وآله يعني في القبط ثانية من يسكن يسكن إبراهيم عليه السلام وآله نعم هكذا قيل مقام المحمود ثم عليه السلام على عرشه وحذا هو المقام المحمود نعم خلاف ثم ويسنن يقول بعد آذان المغرب بعد آذان المغرب يعني يذكر الإمام أنك يغير الكلمة يعني هو يقول اللهم هذا يقبال نهارك ويدبار ليلك هكذا يغير وآسوات دعاتك فاغفر لي جمع دعات جمع دعين يعني هذا الرجل يدعو الله ثم ورد في بعلل الروايات زيادة فاغفر لي مغفرتا من نندك إنك اندل غفور الرحيم فاغفرتا من نندك إنك اندل غفور الرحيم كذلك هناك في دعاء اللذان بعد قوله مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعدته إنك لا تخلف الميعاد يعني قوله إنك لا تخلف الميعاد يعني وهو قد ورد في الحديث أما قوله وارزقنا شفاعدته هذا يعني اقتباس من بعد السلف الصالحين من حديث من دعا بهذا الدعاء ثبتت له وجبت له شفاعد هكذا ورد في الحديث وجبت له شفاعد هكذا ذكره في الحديث فإذن من هذا الحديث وستنبت هذه الجملة ووضيفة إلى هذا الدعاء يعني يدعو بوجوب هذه الشفاعد للدعاء يقول ويرزقنا شفاعته إنك لا تخلف المعاد ثم وَتُسَنُّ السَّلَاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم قابل اللقامة والذي سبق يعني بعد اللذان واللقامة صلاة سنة وكذلك السلام ثم هنا تُسَنُّ السَّلَاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم قابل اللقامة على ما قاله النبوي رحمه الله في شرح الوسيط وعتمده شيخنا ابن زياد وَتُسَنُّ السَّلَاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم قابل اللقامة على ما قاله النبوي رحمه الله في شرح الوسيط شرح الوسيط هو كتابه التنقيح هذا قبل الاقامة تسنو الصلاة معناه التسليم اذن كما قلت وهذا الصلاة مشروع على العالي والسحابي اذن لاجل مشروعية الجمع بين هذه الصلاوات والتسليم اعتمده شيخنا ابن زياد قبل اللي قامت اما قبل اللذان قال اما قبل اللذان فلم ارى في ذلك شيئا ثم على ما قاله النبوي رحمه الله في شرح الوسيط وعتمده شيخنا ابن زياد وقال ابن زياد قال اما قبل اللذان فلم ارى في ذلك شيئا لم ارى في ذلك شيئا بالنسبة الى الصلاة مشروعية الصلاة قابل اللذان هو قال انه انه لم يرى شيئا يعني من اقوال الامة المتقدمين عليه هكذا قال لكن قال الشيخ القبير البكري يعني من شيوخ المسنف الشيخ البكري انها تسن قبلهما الصلاة مسنونة قابل اللذان واللقامة جميعا نعم فإذا في بعض البلاد يجري على هذا القول الموزنون يصليون على النبي صلى الله عليه وسلم قابل اللذان ويسلموا عليه وعلى آله وصحبه جميعا هكذا وَلَا يُسَنُقَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعدهما بعد اللذان واللقامة يعني كما قلت وَيَقُلْ لَا إِلَّهِ إِلَّ اللَّهِ ثُمَّا هَلْ يُتَابِعُهُ بِقَوْلِهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ لا لماذا؟ لأنه لم يرد يعني نكتفي بالوارد هكذا هذا ليس بمسنون بل هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم على آله وآل صحابه هكذا ثُمَّا قَالَ الرُّيَّانِيُّوا فِي الْبَحِرِي كِتَابَانِ بَحِرُ الْمَذْهَبِ يُستَحَبُّ أَنْ يَقْرَى بَعْدَ الْعَذَانِ وَالْلِقَامَةِ آيَةَ الْكُرُسِي لِخَبْرِي إِنَّ مَنْ قَرَأَ ذَلِكَ بَيْنَ الْعَذَانِ وَالْلِقَامَةِ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِي هكذا فَإِذَنْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَذَانِ وَالْدُّعِ لَهُ وَقَبْلَ اللِّقَامَةِ مَاذَا يَقْرَأَ آيَةَ الْكُرُسِي لِمَاذَا لِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرُسِي بَيْنَ الْعَذَانِ وَالْلِقَامَةِ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لم يكتب عليه معنى من السيئات والزنوب والمعاسي لا يكتب عليه لئيسا هناك لا يكتب الله بل هناك قال لم يكتب عليه لم يكتب عليه مَا بَعِنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنَ الْمَعَاسِي يعني والزلات والأخطاء الصلاة تین يعنى هذه الصلاة والصلاة اللاتية مثلا هذا الرجل قرأ آيَةَ الْكُرُسِي لِعَذَانِ اللُّهِرِ قَبْلَ اِقَامَتِهَا فَاَيْذَا لَا يُكْتَبُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتِ اللُّهِرِ وَالْعَسِرِ مِنَ السَّيِّيَّاتِ فِي الصَّحِيفَتِهِ هَكَدَا وَرَدْ لِذَلِكَ هَذَا اِذَا مُسْلِمُ الْمَعَسِي يَقْرَوْ آيَةَ الْكُرُسِي فَاكَذَلِكَ سَيْتِ بَعْدُ الْعَدَابِ فَصَلٌ فَرُّعٌ عَفْتَ الْبُلْقِينِي رَحِمَهُ اللَّهِ فِي مَنْ وَعَفَقَ فَرَاغُهُ مِنَ اللُّذُوءِ فَرَاغَ الْمُؤَذِّنِي هذا آداب يعني يُسَنُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْعَذَانِ وَالْلِقَامَتِي هذا لم يذكر في الكتابنا بل يعني ذكر في التحفاء يُسَنُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْعَذَانِ وَالْلِقَامَتِي لِأَنَّهُ لَا يُرَدُّ كَمَا فِي هَدِيثٍ حَسَنٍ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْعَذَانِ وَالْلِقَامَتِي لَا يُرَدُّ بَلْ يَكُونُ مَقْبُولًا لِأَجْلِ ذَلِكَ يَتَحَرَّى هَذَا الْوَقْتِ ثُمَّ يَدْعُوَ اللَّهَ تَعَلَاءُ ثُمَّ وَهُنَاكَ وَآَكَدُ الدُّعَاءِ كَمَا فِي الْعُبَابِ سُؤَالُ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يعني من هذه الادعية المؤكدت في هذا الوقت ما هو سؤال الْعافية فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سؤال الْعافية مثالهو بَيَذَن بِأَيِّ دُعَاءٍ يَدُعُوكَ أَن يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي يَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِذَن بَعْدَ هَذِهِ الْعَدِعِيَةِ اللَّهُمَّ رَبَّا هَذِهِ الدَّعْوَةِ تَعْمَتِي كَذَلِكَ بَعْدَ الْعَدَانِ يعني اللَّهُمَّ هَذَا يَقُبَالُ لَيْلِكَ وَيْدُبَارُ نَهَارِكَ يَقُولَ هَذَن اللَّهُمَّ إِنِّي يَسْأَلُكَ وَالْعَافِيَةَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَكِنَّ فِي الْكُرْدِي ذَكَرْ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَا وَآخِلِي وَمَالِي وَوَلَدِي يعني هذا اللهم يعني لفلان واردان في الحديث اللهم إني أسألك العفية في الدنيا والآخرى هكذا ورد في بعض الحديث دعاء سوال العفية في بعض الحديث هكذا ورد اللهم إني أسألك العفية في ديني ودنيا وآهلي ومالي وولدين في ديني ودنيا وآهلي ومالي وولدين ثُمَّ فَرُّ نَفْتَ الْبُلْقِينِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي مَنْ وَآفَقَّ فَرَاغُهُ مِنَ الْوُلُوْءِ فَرَاغَ الْمُوَذِّنِي يعني موذٍ فرغ من ندانه وهذا الرجل فرغ من ندانه او هو فرغ من اقامته وهذا فرغ من ندانه ماذا يفعل؟ يسرع له الدعاء بعد اللدان فكذلك بالنسبة إليه الدعاء بعد الولوء ايضا فإذا بما يستغل؟ هنا تعارض إمام بلقيني يرجح أحدهما هو قال عفتا بأنه يهتي بذكر الوضوه لماذا؟ لأنه للعبادة التي فرغ منها هذا دعاء الوضوه وهو فرغ من الوضوه لذلك هذا الدعاء للعبادة التي فرغ الرجل منه منها نعم أما دعاء الموذن هذا هو لم يفرغ منه بل هذا رجل آخر فرغ منه فإذا يقدم ما فرغ منه نفسه لأجل ذلك هو يأتي أولا دعاء الوضوء ثم بعد ذلك يأتي دعاء لذاني هكذا وعدا بها ثم بذكر اللذان قال إمام بلقيني رحمه الله قال فحسنا يأتي بشهادت الوضوء ثم بدعاء لذاني لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بدعاء لنفسه أولا هكذا يعني أطلق ثم هو فصل بالنسبة إلى دعاء الوضوء ماذا يفعل يأتي بشهادت الوضوء يشهد لا إله إلا الله يشهد أن محمدنا عبدو الرسول ثم بعد ذلك ماذا يفعل يأتي بدعاء لذاني اللهم رب حذي الدعوة الدامت والصلاة القائمة يأتي سيدنا محمد وسيلة الوضوء هكذا بعد الفراغ من هذا الدعاء ثم بدعاء لنفسه يعني هذا دعاء الوضوء شامل على عمرين أولا شهادته ثم بعد ذلك دعاء لنفسه يَا اللَّهُمَّ جَعَلْنِي مِنَ التَّبْوَابِينَ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَتَخِّرِينَ وَجَعَلْنِي مِنْ نِبَادِكَ الصَّالِحِينَ سُبْحَارَكَ اللَّهُمَّ بِحُمْدِكَ شُرْدَ لَا إِلَّهِ النَّانْتَ أَسْتَغْوَا بِرَكْوَاتُ وَلَكُ فَإِذَنَ هذا الدعاء يؤخر عن دعاء لذاني فَإِذَن فهذا الرجل يجعل دعاء الوضوء قسمين الشهادة يقدم ثم آياتي بدعاء الاذان لماذا هذا التفصيل؟ لتعلق دعاء الاذان بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا وهو يقدم الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالدعاء لنفسه عدبا من النبي صلى الله عليه وسلم وعدبا من الدعاء له هكذا ممكن أن يكون هذا سببا لقبول دعائه نعم فرغنا من مسائل الأذان ثم بعد ذلك أحكام صلاة النفل نعم نعم